استكمل المجلس القومي للمرأة ببني سويف مبادرة تحدي تجديف نهر النيل في إطار برنامج تحويشة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة يأتي البرنامج بتعاون بين المجلس القومي للمرأة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة والبنك المركزي والاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا وينفذ البرنامج داخل 13 قرية بمركزي ببا وناصر بالمحافظة ضمن حياة كريمة ويستفيد منها 28 ألف سيدة